حدثنا عبد الله بن نمير عن هشامين عن أبيه عن عبيد الله بن عدي قال أخبرني رجلان أنهما آتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه الصدقة قال فرفع فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم البصر وخفضه فرآهما رجلين جدين فقالا إن شئت ما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عبد الله بن يسار الجهني عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مسير فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم فقالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحل لمسلمين أن يروع مسلما حثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيمين أخبران تميم بن يزيد مولى بن زمعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين ثم قال أيها الناس ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة قال فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لا تخبرنا ماهما ثم قال اثنان من وقاه الله شرهما دخل الجنة حتى إذا كانت الثالثة أجلسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يبشرنا فتمنعه فقال إني أخاف أن يتكل الناس فقال ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه حثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمير قال قسمت النار سبعين جزءا فللآمير تسع وستون وللقاتل جزء وحسبه حثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه حدث نجار لخديجة بنت خويلد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد لا تا أبدا والله لا أعبد العز أبدا قال فتقول خديجة حل العز قال كانت صنمهم التي يعبدون ثم يتجعون حثنا أسباط عن هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله عز وجل قبلا أن يموت بيومين قبل الله منه قال فحدثه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر بهذا الحديث فقالا أنت سمعت هذا منه قال قلت نعم قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبلا أن يموت بنصف يومين قبل الله منه قال فحدثه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحدثه رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا أنت سمعت هذا منه قال نعم قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبلا أن يغرغر نفسه قبل الله منه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس سياما لتمام ثلاثين قال فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا حثنا وكيع حدثني قرة بن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن الأعرابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صون شهر الصبر وثلاثة أيامين من كل شهر يذهبن وحرى الصدر حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابص عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على أصحابه ولم يحرمها حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ فيهما بالروم فتبس عليه في القراءة لما صلى قال ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور حثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال سمعت جري بن كليب النهدية عن رجل من بني سليمين قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أو في يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان حثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن أبي قتادة وأبي الضهماء قال أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال نعم سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله بهما هو خير لك منه حدثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن حثنا وكيع عن سفيانا عن سعدي بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانا عن شيخ من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلمين الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة حثنا وكيع حدثنا قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشيخ خير قال كنا بهذا المربدي بالبصرة قال فجاء أعرابي معه قطعة أديمين أو قطعة جراب فقال هذا كتاب كتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو العلاء فأخذته فقارأته على القوم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيس إنكم إن أقمتم الصلاة وأديتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفية فأنتم آمنون بأمان الله وآمان رسوله قال قلنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيمين من كل شهر يذهبن وحر الصدر حثنا وكيع حدثنا عاصم عن رجاء بن حيوة عن أبيه عن الرسول الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا تنقطع ما جهد العدو حثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصمين الليثي عن رجل منهم أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صالتين فقبل منه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبن الشخيري عن الأعرابي أن نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخصوفة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين اسمي وكنيتي حثنا وكيع حدثنا ثور الشامي عن حريز بن عثمان عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابص عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام ابقاء على أصحابه لم يحرمهم قالوا يا رسول الله فإنك تواصل قال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني حنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكوانا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لفلاء نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي قال فأبى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل ولك بيها نخلة في الجنة فأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبخل الناس حثنا وكيع عن سفيانا عن أشعث عن عمته عن عمها قال أني لابسوق ذي المجازي علي بردة لملحاء أسحبها قال فطعنني رجل بمخصرة فقال ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقف نظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه حثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرمين عن الأشعث عن عمته رهمين عن عمها عبيدة بن خلف قال قدمت المدينة وأنا شاب متأذر ببردة لملحاء أجرها فأدركاني رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقفت تفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء وقال وإن كانت بردة ملحاء أما لك في أصوتي فنظرت إلى إزاره فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عمري بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي عن رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة حدثنا وكيع عن أبي خالد عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد حفظنا يزيد أخبرنا أبن عو عن مجاهد قال كنا ست سنين علينا جنادة بن أبي أمية فقام فخطبنا فقال أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس فشددنا عليه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين قال أحسبوه قال اليسر يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء علامته يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور وقال ابن عوين وأحسبوه وأحسبوه قد قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره حفنا يزيد أخبرنا يحيى عن بوشيري بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية قال والعرية النخلة والنخلة يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما فرخص في ذلك حفنا يزيد أخبرنا سفيان عن عاصمين الأحوال عن أبي ثميمة الهجيمي عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ردفه فعاثرت به دابته فقال تعيس الشيطان فقال لا تفعل فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوة صرعته وإذا قلت باسم الله تصغر حتى يكون مثل اللفذ باب حانا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرينة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنا به قائم وإذا رجل مقبل عليه فظننت أن لهم حاجة فجلست فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعت أرثي له من طول القيام ثم انصرف فقمت إليه فقلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعت أرثي لك من طول القيام قال أتدري ما هذا قلت لا قال ذاك جبريل يوصيني الجار حتى ظننت أنه سيورثه أما إنك لو كنت سلمت عليه لرد عليك السلام حتى يزيد أخبرنا سليمان عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مرة بموسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره حدثنا يزيد حدثنا محمد يعني ابن عمر وعن عبد العزيز بن عمر وابن ضمرة الفزاري عن رجل من جهينة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متأصلي العشاء الآخرة قال إذا ملأ الليل بطن كل واد حتى يزيد أخبرنا يحيى عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه أخبره أن بعض بني مدليج أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد فيحملون معهم ماء للسفر فتدركهم الصلاة وهم في البحر وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن توضأ بمائنا عطشنا وإن توضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا فقال لهم هو الطهور ماءه الحلال ميتته حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال يزيد أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما ما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقد علمناه وما لا يجهر فيه فلا نقيصوا بما يجهر به قال فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأولين في كل ركعة وفي الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك ويقرأ في العصر في الأولين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأولين من الظهر وفي الأخرين قدر النصف من ذلك حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن أبي النجودي عن جري قال التقر جلاني من بني سليمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأه والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والوضوء نصف الإيمان حدثنا يزيد حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صلى مين أن رجلا حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان قال رجل ما هن يا رسول الله قال لا إلها إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفف يحتسبه والده خمس من اتقى لها بهن مستيقنا دخل الجنة من شهد أن لا إلها إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأيقن بالموت والبعث والحساب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني سلم قال سمعت عبد الله ابن أبي الهذي لقال حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهاب والفضة قال فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن القطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قولك تبا للذهاب والفضة ماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعية يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد قد خالف بين طرفيه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري عن أبي الصديق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بأربعمائة عامين قال فقلت إن الحسنى يذكر أربعين عاما فقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة عامين قال حتى يقول الغني يا ليتني كنت عيلا قال قلنا يا رسول الله سمهم لنا بأسمائهم قال هم الذين إذا كان مكروه بعثوا له وإذا كان مغنم بعثا إليه سواهم وهم الذين يحجبون عن الأبواب حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت غالبا القطان يحدث عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يقرأ عليك السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلنا الجنة من أمتي بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميمين حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمري بن مرة عن عبد الله بن الحريث عن زهيري بن الأقمر قال بينما الحسن بن علي يخطب بعد ما قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأزد آدم طول فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال نشد علي الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الملك ابن ميسرة عن كردوس قال كان يقص فقال حدثنا رجل من أهل بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتقى أربع رقاب يعني القصص حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن محمد بن أبي عقوب قال سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعودي بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى لها وأضى الأمانة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي عمران الجوني قال قلت لجند بن إني قد باعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك فقلت إنهم يأبون قال افتدي بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف فقال جند بن حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سلهذا فيما قتلني قال شعبة وأحسبه قال فيقول على ما قتلته فيقول قتلته على ملك فلاء قال فقال جندب فاتقها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا عقيل يحدث عن سابقي بن ناجية عن أبي صلى مين قال كنا قعودا في مسجد حمص أذمر رجل فقالوا هذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنهضت فسألته فقلت حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله الرجال فيما بينكم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من عبد المسلمين يقول ثلاث مرات حين يمسي أو يصبح رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو عقيل أخبرني قال سمعت سابق بن ناجية رجلا من أهل الشام يحدث عن أبي صلى مين البراء رجل من أهل دمشق قال قال كنا قعودا في مسجد حمص فذكر معناه إلا أنه قال يقول إذا أصبح وإذا أمسى رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الحميد صاحب الزيادي يحدث عن عبد الله بن الحريث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنه بركة أعطاكمه الله عز وجل فلا تدعوه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسعود عن حميدي بن القعقاع عن رجل إن جعل يرصد نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في دعائه اللهم أغفر لي ذنبي ووصع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني ثم رصده الثانية فكان يقول مثل ذلك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عروة بن عبد الله الجعفية يحدث عن أبن حصبة أو أبي حصبة عن رجل إن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون ما الرقوب قالوا الذي لا ولد له فقال الرقوب كل الرقوب الرقوب كل الرقوب الرقوب كل الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا قال تدرون ما أصعلك قالوا الذي ليس له مال قال النبي صلى الله عليه وسلم السعلك كل السعلك السعلك كل السعلك الذي له مال فمات ولم يقدم يقدم منه شيئا قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصرعة قالوا أصريع قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السرعة كل سرعة السرعة كل سرعة الرجل يخضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرعه غضبه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت رجلا من بني ليث قال أسراني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت معهم فأصابوا غنما فانتهبوها فطباخوها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولوا إن النهبة أو النهبة لا تصلح فأكفئ القدور حثنا محمد وحجاج قال حدثنا شعبة وعن قتادة عن عبد الرحمني بن المنهالي أو ابن مسلمة عن عمه قال حجاج عن عبد الرحمني أبي المنهالي بن مسلمة الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم صوموا اليوم قالوا إن قد أكالنا قال صوموا بقية يومكم يعني يوم عاشراء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فأتى بماء فهال على يده من الإناء فغسلها مرة وعلى وجهه مرة وذراعيه مرة وغسل رجليه مرة بيديه كلتيهما وقال في حديثه التف فإصبعه الإبهام حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حجاج بن حجاج الأسلامية وكان إمامهم يحدث عن أبيه وكان يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج أراه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبدد عن الصلاة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أخبراني عبيد المكتب قال سمعت أبا عمر الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال شعبة أو قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين الجهاد حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزراق بن قيسين عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له أجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن زيدي بن وهب عن رجل أن عرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الضبع عندي أخوف عليكم من الضبع إن الدنيا ستصب عليكم صبا فيليت أمتي لا تلبس الذهب حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأطحى بيومين أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب عن عياض ابن مرثد أو المرثدي ابن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إن يدخلني الجنة تقال هل من والديك من أحد حي قال له مرات قال لا قال فاسقي الماء قال كيف أسقيه قال اكفهم آلاته إذا حضروه واحمله إليهم إذا غابوا عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ فيها بالروم فأوهام فيها فقال وما يمنعني قال شعبة فذكر الرقع ومعنى قوله إنكم لستم بمتنظفين حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عاصم بن كوليب أخبرني قال سمعت عياض بن مرثد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فذكره إلا أنه قال تكفيهم آلتهم إذا حضروه وتحمله إليهم إذا غابوا عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه خرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي له فليقل السلام عليكم أدخل قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أدخل قال فأذن أو قال فدخلت فقلت بما أتيتن به قال لم آتكم إلا بخير أتيتكم أن تعبدوا ألها وحده لا شريك له قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له وأن تدعوا الله والعزة وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم قال فقال هل بقي بقي من العلم شيء لا تعلمه قال قد علم الله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قطال رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد ريح الجنة منصور الشاك أن ريحها توجد من قد سبعين عاماً حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه في القجفنة وقال أبو إسحاق إنما يكون القمر كذاك صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه في القجفنة وقال أبو إسحاق إنما يكون الليلة ثلاث وعشرين حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروانا أنه قال في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إن شربها فاجليدوه ثم إن عاد فاجليدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أهل الجنة قالوا بل قال الضعفاء المتظلمون ثم قال ألا أدلكم على أهل النار قالوا بل قال كل شديد جعظري حثنا سريج أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميدي بن عبد الرحمة قال لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يومين أو يبول في مغتساله أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعاً حثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة عن عطاء أن رجلاً أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم إليه حسناً وحسيناً يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما حسن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن زيدي بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل حثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن عمري بن يحيى بن عمارة عن سعدي بن يسار عن رجل من جهينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولوا إن الكفر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معا واحد حسن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواتي بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف حنى حسين بن محمد أخبرني أبن أبي الزنادي عن أبيه عن عروة عن الأحنى في بن قيس قال أخبرني ابن عم لكن لي قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا وأقل لعلي أعقله قال لا تغضب قال فعتوا له مرارا كل ذلك يعود إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب حثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي عن رجل من بني سليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في يده أو في يد السلمي فقال سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والطهور نصف الميزان والصوم نصف الصبر حثنا حجاج حدثنا شعبة عن عمري بن دينار عن عمري بن أوسين عن رجل حدثه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نادم نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين مطير صلوا في رحالي حثنا روح حدثنا أبن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أبن أبي حسى إن حدثتني مريم أبنة إسي بن البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال عندك ذريلة قالت نعم فدع بها فوضعها على بثرة بين أصابع رجليه ثم قال اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير أطفها عني فطفئت حثنا روح حدثنا شعبة حدثني عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحريث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إن الصحور بركة أعطاكمها الله عز وجل فلا تدعوها حثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان عن زيدي بن أرقم قال استشهد علي الناس فقال أنشود الله رجلا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولمن ولاه عادي من عداه قال فقام ستة عشر رجلا فشهدوا حثنا يحيى حدثنا إبراهيم يعني ابن نافعا عن أبن أبي نجيح عن أبيه عن رجل من بني بكر قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنا على راحللته ونحن عند يديها قال إبراهيم ولا أحسبه إلا قال عند الجمرة حتى إسحاق حتى إسحاق ابن سليمان الرازي قال سمعت زكريا ابن صلى الله من يحدث عن أبيه عن رجل قال أنتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس عليكم الجماعة وإياكم والفرقة ثلاث مرار قالها إسحاق حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة ابن الزبير عن جده عروة عن من حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المسجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سلم بن عمر واليشكري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أخوانكم فأصلحوا إليهم وأستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت حسان بن بلال يحدث عن رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغربا ثم يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة يرتمون يبصرون وقع سهامهم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن زذان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنصار قال قال شعبة أو قال رجل من الأنصار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وهو يقول ربي أغفر لي قال شعبة أو قال اللهم أغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن الأجعث ابن سليمين قال سمعت رجلا في أمرتي ابن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكظ يقول يا أيها الناس قولوا لا إلها إلا الله تفلح ورجل يتبعه يقول إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتيكم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقافي عن رجل من ثقيف أعور يقال له معروف وأثنى عليه خيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة حق واليوم الثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي الزعراء عن أبي الأحواص عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعدي عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال يا جرية أأتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح فرآنا وأنكرنا ذاك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولكم يا بلال فأرحنا بالصلاة حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير يعني ابن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الحبشة ما ترككم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو أسوقتين من الحبشة حان إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ذكوانا عن رجل من الأنصار قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو له طبيب بني فلاء قال فدعوه فجاء فقالوا يا رسول الله ويغني الدواء شيئا فقال سبحان الله وهل انزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء حسنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغذروا الروم ويجمعون للملحمة حسنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا عبد الله بن أبي سليمان مديني حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل قال ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى لها عز وجل والصحة لمن اتقى لها خير من الغنى واطب النفسي من النعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوبا عن أبي قلابة قال رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته وهو يقول إن من بعدكم الكذاب المضل وإن رأسه من بعده حبك 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 ثلاث مرات وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه طوكلنا وإليه أنا ابن نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان حدثنا أبو قطئ حدثنا يونس عن جري النهدي أنه قال لقيت شيخا من بني سليمين بالكناسة فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد خمسا في يده أو في يدي فقال التزبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف قال بينما أطوف بالبيت إذ لقيان رجل من بني سليمين فقال ألا أبشرك قال قلت بل قال أتذكروا إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام قال فقلت أنت والله ما قال إلا خيرا ولا أسمع إلا حسنا فإني رجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كما بمقالتك قال اللهم أغفر للأحنف قال فما أنا لشيء أرجى منها حثنا بهز حدثنا حماد وأخبرني أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرضي عن كثير ابن السائب قال حدثني ابن قريضة أنهم عردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريضة فمن كان نبتت عانته قتل ومن لا ترك حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لي قولا ينفعني وأقل لعلي أعيه قال لا تغضب فعاد له مرارا كل ذلك يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تغضب حثنا أبو قطع حدثنا يونس عن المغيرة بن عبد الله حدثني والدي قال غدوت لحاجة فإذا أنا بجماعة في السوق فملت إليهم فإذا رجل يحدثهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف صفته قال فعرضت له على قارعة الطريق بين عرفات ومن أنفرف علي في ركب فعرفته بالصفة قال فهتف برجل يا أيها الراكب خلي عن وجوه الركب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروا الراكب فأرب ما له قال فجئت حتى أخذت بزمام الناقة أو خطامها فقلت يا رسول الله حدثني أو خبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار قال أو ذلك أعملك أو أنصبك قال قلت نعم قال فعقل إذن إذن أو يفهم تعبد لها لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره للناس ما تكره أن يؤتى إليك خلي زمام الناقة أو خطامها قال أبو قطأ فقلت له سمعته منه أو سمعت من المغيرة قال نعم حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران قال قلت لجندب إني بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام قال فلعلك تريد أن تقول أفتاني جندب أو أفتاني جندب قال قلت ما أريد ذاك إلا لنفسي قال افتدي بمالك قلت إنه لا يقبل مني قال إني قد كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حزورا وإن فلانا أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول يا رب سله فيما قتلني فيقول في ملك فلاء فاتقل لها لا تكون ذلك الرجل حثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عكريمة ابن خالد المخزومي عن أبيه أو عمه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا تهجموا عليها وإذا وقع بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها حثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين مطير يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح صلوا في رحالكم حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا يزيد بن أبي حبيبا عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل آعني على ضحيتي فآعانه حثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكمي بن أبي صفيانا أن حفص بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبراه عن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي في مجلس قريب من المقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله إني نذرت لأن فتح الله للنبي والمؤمنين مكة لا أصلي أن في بيت المقدس وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصلي فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصلي ثم قال الرابعة مقالته هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فيه فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقض عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي صفيانا أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال ها هنا في قريش خافير لمقبلا ومدبرا فقال ها هنا فصلي فذكر معناه حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميدي بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهلي بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي وفيها ما يبلغ أسفل من ذلك فعرض علي عمر وعليه قميص يجره قال فما أولت ذاك يا رسول الله قال الدين حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبن طاوس عن أبي بكري بن محمدي بن عمري بن حزمين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن طاوس وكان أبي يقول مثل ذلك حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر القرشي حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصبته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل لا تركتمه حثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس الصنعاني حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه حدثني فنج قال كنت أعمل في الدين باذي وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على صاقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكله ثم أشار إلى فنج فقال يا فارسي هلما فادنوت منه فقال الرجل لفنج أتضمن لي وأغرس من هذا الجوز على هذا الماء فقال له فنج ما ينفعني ذلك قال فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بأذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله فقال له فنج أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم قال نعم فقال فنج فأنا أضمنها فمنها جوز الدين باذي حسن عبد الرزاق أخبرني أبن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدة أن عبد الرحمن بن طارق بن علق سمعت أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا من داري على نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا قال روح عن أبيه وقال ابن بكر عن أمه حسن عبد الرزاق أخبرني معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم من ناس بمنعن ونزلهم منازلهم وقال لي ينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لي ينزل الناس حولهم قال وعلمهم مناسكهم ففتحت أسمع أهل منا حتى سمعوه وهم في منازلهم قال فسمعته يقول ارموا الجمرة بمثل حصل خف حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم الله التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ الله التيمي قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حثنا أبو النظر حدثنا الأشجعي عن سفيانا عن الأعمشي عن هلال بن يسافن عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون قوم لهم عهد فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما حثنا أبو النظر حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال إن صهيبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز قال ادن فكل فأخذ يأكل من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعيني كرمدا فقال يا رسول الله إنما أكل من الناحية الأخرى قال فتبصم رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا زيد بن الحباب أخبرني سفيان عن عطائي بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن الحضرامي يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكرة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أصحابه إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلوهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان قال لا من بني عجل حتنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا عكر ما تحدثنا أبو زميل سماك حدثني رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حتنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني بكر بن عمر عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين أو تسعة سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام يقول باسم الله فإذا فرغ من طعامه قال أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلاك الحمد على ما أعطيت حتنا مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن حدثنا حماد حدثنا عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة فرحل إليه وهو بمصر قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة قال فقال وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمي تحدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع مكان الجهاد حتنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن أبن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمة وسليمان بن يسار عن إنساء من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار من بني حريثة في دمين أدعوه على اليهود حتنا حجاج حدثنا شعبة عن سعيد الجريري قال سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا من بني حنظلة قال رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم أغفر لذنبي ووصع لذاتي وبارك لي فيما رزقتني حتنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران قال قلت لجنزبن أني قد باعت هؤلاء يعني ابن الزبيري وهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام فقال أمسك عليك فقلت إنهم يأبون فقال افتدي بمالك قال قلت إنهم يأبون إلا إن أضرب معهم بالسيف فقال جنزبن حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني قال شعبة وأحسبه قال فيقول على ما قتلته قال فيقول قتلته على ملك فلاء قال فقال جنزبن فاتقها حدثنا أبو نوح أخبرنا مالك عن سمي عن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقية إما من الحر وإما من العطش وهو صائم ثم لم يزل صائما حتى آتك جيدا ثم دعا بماء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن سمي عن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاما في سفره عام الفتح وأمر أصحابه بالأفطار وقال إنكم تلقون عدوكم فتقو فقيل يا رسول الله أن الناس قد صاموا لصيامك فلما آت الكديد أفطر قال الذي حدثني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم حثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن أشعث قال وحدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجازي يتخلالها يقول يا أيها الناس قول لا إله إلا الله تفلح قال وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم ولتتركوا الله والعز قال وما يتفط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أنعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد شعري أبيض شديد البياض سابغ الشعري حثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن أشعث عن الأسودي بن هلال عن رجل من قومه أنه كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب لا يموت عثمان بن عفان حتى يستخلى فقلنا من أين تعلم ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزن فوزن أبو بكر فوزن ثم وزن عمر فوزن ثم وزن عثمان فنقص وهو صالح حثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن مهاجر أبي الحسني عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال أما هذا فقط بارئ من الشرك قال وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا سفيان عن حمرنا بن أعينا عن أبي الطفيل عن فلان ابن جارية الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشية قد مات فصلوا عليه حثنا أبو بكر الحنفي أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن شعيب عن أبنة كردومة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي قال أن كان على جمع من جمع الجهيلية أو على عيد من عيد الجهيلية أو على وثاء فلا وإن كان على غير ذلك فقد نذرك فقال يا رسول الله إن على أمي هذه الجارية مشيا فتمشي عنها قال نعم حثنا أبو عاصمين عن سعيدي بن عبد العزيز التنوخي حدثنا مولا ليزيد بن نمران حدثنا يزيد بن نمران قال لقيت رجلا مقعدا بتابوك فسألته فقال ماررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتاء أو حمار فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعده حثنا أبو النظر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن شهري بن حوشب قال قال حدثني الأنصاري صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لما بعثه قال رجعت فقلت يا رسول الله ما تأمرني بما عطيبا منها قال أنحرها ثم أصبغن علىها في دمها ثم ضعها على صفحتها أو على جنبها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك فقط أينها شيباني يا رف تفضش لطفش لطفش